تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى بحاول دائما بقصة الجمعة نروح شوية على الجانب الإيجابي الأمثل الإيجابي اللي ممكن نتعلمنا وممكن نتحمسنا بس بعض الأحيان في قصص درامية صعب جدا أكمل قصص الجمعة وأقول أنا حكيت كثير قصص وأنا مش حاكيها خصوصا لما تكون قصة خلدت في الكرة الإيطالية بكتب إلى علاقة بالثقافة وبالمجتمع وبالتاريخ بعيدا عن كرة القدم الكتر ما كانت تعني كثير لإيطاليا من حيث مغزاها ومعناها بعض الأحيان الناس بتتساهل مع المزح مع المقالب بيجي واحد بيقولهم لا ديروا بالكم فبيقولولهم ما تعقدهاش هذه ما تعقدهاش كانت محتاجها لاعب إيطالي عشان ينجو ويحافظ على حياته وما يزيد بمقالبه ومزحه لوتشيانو ريتشيكوني لاعب إيطالي في خط الوسط كان يعرف بالملاك الأشقر كان عبيلعب بخط وسط لاتسيو لاعب سريع قوي بدنيا بيتعب من أجل فريقه كان في تشكيلة لاتسيو التاريخية اللي حققت أول لقب دوري في تاريخه موسم 73-74 ابن مدينة نيرفيانو الإيطالية اللي جاء من أصول متواضعة فقيرة الطر يشتغل في رحلة صعوده نحو أنه يصير لاعب محترف بجانب ذلك كان عم بيشتغل بائع في محل فواكه كان عم بيشتغل في مصنع تصنيع أحذية كان مضطر يحصل على فلوس عشان عيلته لكن عندما أصبح لاعب محترف ظهرت الأمور وكأنها أصبحت مستقرة مطمئمة لهذه الأسرة اللاعب السريع الموهوب زي ما حكيت فاز بأنه يمثل منتخب إيطاليا عدة مباريات لكن كان عنده موهبة أخرى موهبة مميزة جدا على وهي الكوميديا المزح المقالب كانوا الناس يحبوه حتى يقال أنه كان يوصفوه أصدقائه المقربين منه بالجوكر خف الدم لا محدود يخلت الناس تحبه لكن ما كان بيعرف أنه هذه النعمة اللي حببت الناس فيه ممكن تكون نقمة وتقتله وبنعرف أنه أحد أهم مشاكل المزح والكثير والزايدة عن الحد أنه مع الزمن يحاول اللي بيمزح يبدع يجي بفكرة جديدة للمزح يحاول يخترع شي جديد عشان يبهر اللي حاوله وهذا اللي صار مع لوتشيانو في تاريخ 18 يناير عام 1977 كان ماشي هو واثنين أصحابه واحد منهم اسمه بيترو قيدين لاعب في لاتسيو أنا ذاك أيضا وصلوا شافوا محل مجوهرات كانوا يدخلوا عنده فاقترح اتشيكوني فكرة جديدة اقترح يامل مزح هو واصحابه يدخلوا يلبسوا أقنعة ويستخدموا أسلحة بلاستيكية على أنها أسلحة حقية يحاولوا يصطو فيها على محل المجوهرات كمزحة البعض بيقول أنهم ما استخدموا أسلحة بلاستيكية البعض بيقول أنهم وضعوا أيديهم بمعاطفهم على شكل مستدسات دخلوا المحل شي كون يصرخ ووقفوا إحنا الآن بدنا ناخد كل شي لكن هذه اللحظة كانت لحظة حاسمة ما بين تحويل المزح لجد المشكلة أنه صاحب محل المجوهرات كان قد اتعرض للسرقة والسطو مرتين خلال فترة قصيرة قبل ذلك ولما اشتكل الشرطة وقته كان في عمليات سطو متكررة كثير في إيطاليا لما اشتكل الشرطة الشرطة قالوا لي يعني مش انت الحالة كم معناه فقرر يدافع عن نفسه بنفسه فرح يشترى أسلحة وأقسم أنه المرة الجاي أي وحد يجي حكت له ومن سوء حظ تشيكوني أنه المرة الجاي كان هو بطلها دخل حاول يهدد وهذاك ما أعطى أي فرصة لف صاحب المحل وأطلق النار عليه فورا في حين على طول صديق تشيكوني رفع إيديه وعرف عن نفسه أنا لاعب لاتسيو وأيضا هذا لاعب لاتسيو ثلاثين دقيقة فقط بعد إطلاق النار كانت تشيكوني بتوفي ويقال أنه آخر كلماته عندما طلقت ضربة لقد كانت مزحة لقد كانت مجرد مزحة مزحة خلت يترك وراء زوجته وطفلين مزحة خلته ما يكمر مسيرته الكروية ربما طريقة الوفاة خلته أشهر لاعبي لاتسيو اللي حققوا لقب الدوري الأول في تاريخ نادي نسول روما ربما ساهمت بأنه يتسمى في أحد شوارع روما لكن بالضل بالنهاية مزحة كلفت أكثر بكثير مما كانت حتكون نتائجها الشرطة اعتقلت صاحب محل المجوهرات حققت معه فوجدت أنه الموضوع دفاع عن النفس طبيعي فلم يدخل السجن في كتاب لقيته على جوجل بوكس ذكر هذه القصة أيضا اسمه الكتاب الثقافة اللغة والحساب في ذلك الكتاب بحاول يشرح دائما الجوانب الاجتماعية ويربطها بثقافات الناس وكان تركيزه أكثر في هذه القصة على ناحية مع تشيكوني وبيقول اعتقدت شيكوني أنه لأنه مشهور لازم كل الناس تعرفه واعتقد أنه بيقدر يعمل أي شيء بدو إياه لكن نسي شغلة مهمة أنه مش ضروري الناس تعرفك كلها ومش ضروري الناس تحت التوتر لما تكون داخل تعمل عليهم عملية سطو يفكروا أنه أنت لعب كرة قدم وبيكمل اللي كتابه بيقول ومنسه وحظه أنه ما كان حدا من اللي شغالين في محل المجوهرات بتابع كرة قدم أو مهتم فيها فدفع ثمن تعميمه وافتراضه أنه كل الناس رح تعرفه لأنه مشهور في عام 2000 صار شيء غريب بهذه القصة للعلم ألا وهو أنه ابن تشيكوني وناس مقربين منه طالبوا إعادة فتحة التحقيق يعتقدوا أنه تمت مؤامرة استدرج فيها والده إلى محل المجوهرات على إنها مزحة ليتم قتله هناك بشكل قانوني إنجاز التعبير فتحة القضية وجدوا بعض الأدلة ما تم جمحها بشكل جيد في المحل لكن لم يتم توجيه التهم لأحد قصتنا اليوم كانت شوي غريبة هي أشهر قصة وفاة لاعب كرة قدم قتلا في إيطاليا يعني توازي إسكوبار قصته في كولمبيا قصة بتورينا أنه كل شيء له حدود وكل شيء له مساحته كلاعب كرة قدم مساحتك ملعب كرة القدم كشهرة ما تحاول تستخدم هذه الشهرة وتعتقد أنه كل الناس لازم يتماشوا معك خارج ذلك كلنا لازم نلتزم حدود معينة في المزح في التفكير بأي شيء في الدنيا لأنه كل شيء من بالغ فيه بنقلب ضدنا بما فيه المزح والمقالب كما حصل مع تشيكوني أحد أهم وأشهر لعبي إيطاليا رغم أنه إنجازاته مقارنة بلاعبين أنجح منه أقل بكثير منهم نوصل هنا نهاية حلقة قصة الجمعة وكالعادي بذكركم تتركوا لايك على الفيديو وأيضا تشتركوا بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله